هي الزاوية البشاربية الرحمانية ببلدية توسنينة بيتيارت والتي كان تأسيسها منذ سنة 1890 وإلى غاية اليوم حيث تعتبر منارة دينية لتعليم وتحفيظ القرآن ومبادئ الفقه لازالت هذه الزاوية تمارس نشاطها الذي أسست من أجله وهو تعليم القرآن الكريم ومبادئ الفقه تواصل مهامها ونشاطها كغيرها من الزاوية صلح ذات البين وإطعام الطعام واستقبال الضيوف وعابر السبيل وتقام فيها صلاة الجمعة مئات الطلبة مروا من هذه الزاوية ولازالوا حيث ساهمت في تخريج الكثير منهم خاصة إبان العهد الاستعماري 866 انطال فيها 33 واحد مجهد ماتوا واليومون هذا رح تمشي على حسن الظنة للعباد وتمشي مليح وفيها الخير مليح وفيها الطلبة مليح فلا تزال الأجيال تتواصل بهذه الزاوية التي ساهم في استمرارها العديد من المشايخ لأداء رسالتها في الحفاظ على المرجعية الدينية الجزائرية الأصيلة